انا اسمي مصطفى مريض سكر كنت عايز اعمل ضايت عملت ضايت بشكل عشوائي بس ما نفعش معي وحصل مشاكل في صحتي بدأت ادور على دكتور ان انا اتابع معايا عشان حالتي الصحية لحد ما وصلت الدكتور وائل الدكتور ممتاز جدا اتفقنا مع بعض ان احنا هناخد حوالي 3 شهور بحيث ان انا اخيث 16 كيلو لان انا كان وزني 96 كيلو بعد كده الحمد لله بقى لي شهر و 10 ايام خسيت 10 كيلو بالضبط من 96 كيلو ودلوقتي وزني 86 كيلو كان هدف الدكتور وائل مش التخصيص بس قد ما هو المحافظة على الصحة ومع ذلك الحمد لله ما حصلش اي نوع من انواع الهبوط او التعب في السكر في بداية بس اول اسبوع هو قال لي ما نعملش رياضة في اول اسبوع بس بحيث ان احنا ما حصلش هبوط مفاجئ او تعب نشوف الجسم هيبقى ماشي ازاي او هيستجيب ازاي قدرت ان انا انزل 96 كيلو 86 كيلو نظام الغذاء اللي اتبعت مع الدكتور وائل هو قال لي احنا مش هننفسنا من اي حاجة ولكن احنا هنقلل الاكل بنظام غذائي متنوع قدرت في اول اسبوع الحمد لله نوصل ل3 كيلو تخصيص بعد كده وصلوا لكيلو نص في 2 كيلو لحد ما وصلت لل86 كيلو بنظام غذائي متنوع الانسولين بتاعي اللي انا كنت باخده انا كنت باخده 50 واحدة انسولين نزلت ل26 واحدة فرقت معي جدا في صحتي في النوم بتاعي اما كنت ببقى اي من النوم مش قادر تعبان مرهق عندي خمول جامد جدا بسبب زيادة الوزن الحمد لله بعد التخصيص في حصر فرق كبير جدا في حياتي بإذن الله نوصل للوزن المثالي اللي هو 80 كيلو اللي هو كلا اللي يعلم